قلت لحضراتكم في الجزء اللي قبل ما استقبل فيه زمنا كريم أحمد قلت أنا كنت بانتقد عامر حسين كتير اول موسم ده ليه كنت بانتقده؟ ودلوقتي هو بيقول لنا كنت بقوله قبل شهر 29-23 كنت عملك كلم على ان الموسم ده يا جماعة فيه ارتباطات كتيرة وفيه زحمة مطشط كتيرة ولازم الربطة ولازم إدارة المسابقات تحضر نفسها لده وتقول للناس الدور السنة ده هيمشي ازاي؟ أحدش كان بيقول وفاكر وقتا كنت بقوله دايما يا حج عامر الدور الافريقية هيتلعب وما فيش دور هيتلعب أثناء الدور الافريقي وهو كان بيقول لك لأ هنلعب دوري ولازم نشوف حل الموضوع ده وساعتها الاهلي ما فعلا ما لعبش دوري اللي أنا قلت وقتا هو دلوقتي الإدارة المسابقات بتعلنه لو كانت الأمور دي واضحة لكل الأندية من بدري ما كانش هيبقى حد عنده فرصة أنه يتدعي المصنومية في توقيت لما يشوف نفسه خارج المنافسة فالمهم دلوقتي إيه اللي يتقال حتى لما انتقضتوا على تأجيل مطش بيرامدز اليوم 12 سبعة بس وقتها ترد عليها وتقال لي ايه المباريات المؤجلة ماشى بالترتيب ما يفعش أجيب مطش مؤجل في الإسبوع السبعة عشر قبل مطش مؤجل في الإسبوع السادس هو كان سياسته كده واستراتيجيته كده ودي المرات أنا أقول له عندك حق فيها رغم أن احنا نلعب بيرامدز لسه 12 سبعة وقبل ما يلاعب بيرامدز Meteori نلعب ثمت نسع مطش وقت ضغط كبير جدا ولكن عنده حق في ايه لما تبصت لترتيب المؤجلات بيلعب ترتيب المؤجلات ازاي الإسبوع الثلاثتاشر بعد كده مطش مؤجل الإسبوع للاربعة بعد كده مطش مؤجل من الإسبوع السبعة فترتيب المؤجلات ماشي بالشكل السليم تبقى لجدوى للدورة ما تجلب لكش مطش من السبعة عشر قبل مطش في الخمستاشر ولا مطش في الإسبوع التاسع قبل مطش في الإسبوع التالت هو ما عملش جده بصراحة فدي الحتة الإيجابية السنادي اللي عملها إن عمل ترتيب المؤجلات بشكل سليم طب الدورة هيخلص 16-16-8 النهاردة أعلنوا خلاص رسمي إن دوري موسم 20-24 ده هيخلص يوم 16-8 هل ده معاد متأخر هو متأخر بس على فكرة نحن بقى أنه أربع مواسم بنخلص في نفس الموعيد يعني موسم 19-20 اللي كان فيه وقتها اللجنة الخماسية الأستاذ عمر الجنيني وكان وقتها حسام الزناتي مدير المسابقات بخلصين الدوري 31-10 الموسم اللي بعدين بخلصين الدوري 28-28 الموسم اللي بعدين اللي هو الماضي خلصناه 26-7 الحالي 16-80 فنفس الرنج طب عشان تخلص من الأزمة دي بقى قبل مطلع الفاصل الحل إيه؟ تشوف شكل الجدول الدوري وشكل المسابقات السنة الجاي ليه؟ لأن السنة الجاي الأهل عنده دوري وكاس وكاس السوبر المصري للأندية الأبطال وسوبر إفريقي مع الزمالك ودوري أبطال إفريقيا وكاس فيفا إنتر كونتيننتل وعنده بعد نهاية الموسم بسبوعين بالزبط كاس عالم أندية في أمريكا 15-6 وممكن يبقى فيه السوبر ليج تبتكلم في 8 بطولات فلازم السنة الجاية الدوري من دلوقتي الناس تبقى عندها تصور لشكل الموسم مع تصور شكل الموسم تحدد عدد الأندية اللي هتهبط لأنه مش هينفع تكمل بنفس الشكل 18 نادي لازم يتشاف لها حل اللي عايز يبص للصالح العام يقعد يناقش كده لكن هنقول مش هنلعب لا الأهلي أكتر نادي تضرر من طريقة إدارة المسابقة هذا العام وتاجيل مطش الزمالك في الدوري الأول كان في مصلحة الزمالك ولم يكن في مصلحة الأهلي وتاجيل مطش بيرمز الـ 12-7 وإقامة 8 مباراة قبلها في مصلحة بيرمز مش في مصلحة الأهلي ومع ذلك الأهلي ساكت وملتزم وبيلعب ومستنى مطش الثلاث بإذن الله للاستمرار في المنافسة على صدارة الدول فاصل ثم نواصل